إنما يشهده عالم اليوم من تحولات جيوسياسية عميقة وما يعرفه من تحديات أمنية معقدة ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى قادمة سيكون لها دون شك تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء وإننا في الجيش الوطني الشعبي لنشك إطلاقا في قدرات بلادنا تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على اجتياز بنجاح امتحان التكيف مع هذه التدعيات والتأثيرات لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيوس استراتيجي كل ذلك من أجل المضي قدما في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة ونريد خاصة من أجل الغد من أبنائنا الشباب بأن يؤمنوا ببلادهم وبقدرتها لتبقى بارقة الأمل بغد أفضل متقدة دوما في قلوبهم وتبقى معها شرارة حب التفوق المهني المبني على التنافس الشريف والنظيف تضيء عقولهم ونريد بأن يبقى وهج حب الجزائر والتضحيات في سبيلها بكل غال ونفيس ينير كافة النفوس والقلوب ويثير المشاعر ويلهب الوجدان فعلى هذا النهج القويم سأحرس على مواصلة فتح بواب التنافس الشريف بين صفوة إطارات الجيش الوطني الشعبي على مصرعيه حيث لا يكون البقى فيه إلا الأقدر والأصلح والأجدر وتمكين النخبة من تحمل المسؤوليات في كافة مناحي المهنة العسكرية وعلى كل المستويات القيادية هذه المسؤوليات الحساسة والثقيلة التي لا يتولاها إلى الأكفاء والمخلصون لكي يظل الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار في كافة الظروف والأحوال ولن تثنيه في ذلك مختلف التحديات والرهانات اشتركوا في القناة